شغف الكيمياء في بيئة علمية متكاملة يثمر معرضاً في الكيمياء الصناعية لطلاب الصف الثاني الثانوي العلمي في مدرسة الشهيد ميمون حمودي للمتفوقين في اللاذقية وزارة التربية وضعت خطة مسبقة لتوسع في مدارس متفوقين أولاً إحداث مدارس متفوقين والتوسع بها والاهتمام بها نلاحظ اليوم تحقيق هذه الخطة أو التوسع بتحقيق هذه الخطة من خلال هذه المعارض حيث نلاحظ أن التميز والإبداع الموجود لدى طلاب مدارس متفوقين وهذا هو الهدف المنشود من إحداث هذه المدارس هذا المعرض جسد الكيمياء الصناعية ومدى أهميتها في حياتنا اليومية وتطبيقاتها إن كان من سائل جلي وكريمات وإلى ما هناك من تفاعلات كيميائية بيّنت اهتمام الطلاب وتفوقهم وأبداعهم على مستوى محافظة الأسقية المعرض طبعاً له أهمية كبيرة في ترسيخ العملية التعليمية وربط المادة النظرية بالواقع وإكساب الطلاب الخبرة العملية في إنشاء وبناء المشاريع العلمية اليوم نحن مدارس متفوقين بصراحة متعامل مع نخبة من الطلاب وهنا جداً بحاجة لمن يأخذ بإيدهم عملنا معرض للكيمياء الصناعية شمل العديد من اختصاصات كيميائية والحقيقة العلوم لا تنفصل فنحن منشوف أنه كانت المشاريع هي ليست فقط مشاريع كيميائية بل شملت الرياضيات شملت اختصاصات فيزيائية 12 فريقاً يتشاركون المعرفة بإنجاز التجارب العلمية وتطبيق النتائج عملياً مشاكين بمشروع الكيمياء الحديثة ببحث المادة والطاقة المظلمة عاملين مشروع عن البلورات المشروع بيحكي عن تشكل البلورات أشكال البلورات طريقة تقديمة تجربة هم أننا نتعرف عن طريقة صناعة التوتش اللي كانت تطبيقات شائعة وظهرت وأنه كسروا ظهورها بعد فيروس كورونا مشروع عن تماكب رح نبين فيه أنواع التماكب اللي هو السلسلي والوظيفة والموضعي والتوتوميري ورح نعمل تجربة الحرباء الكيمياء اللي رح نبين فيها تغيير المنجنيز لأكثر من لون خطوة إيجابية لسقل قدرات الطلاب واكتساب الخبرة العلمية والعملية في مجال الكيمياء الصناعية وتحفيزهم نحو البحث العلمي في هذا المجال